والعيد ايه غير كوباية شاي بلبن وكحك وبسكوت وترشيحات من كوكب الكتب في واحد من اكتر الفيديوهات اللي اتطلبت من اول ما عملت القناة ترشيحات للمبتدئين في القراءة وللناشئة في نفس الوقت يلا بينا ناس عايزة تبدأ تقرأ ومش عارفة تقرأ ايه فده ترشيحات مهمة جدا ليهم وفي نفس التوقيت ناس عايزة تقدم لابنائها فكرة القراءة تديهم رواية يقروها تبقى صالحة للناشئة فرعيد في هذا الفيديو ان كل الاعمال اللي موجودة تبقى اقل من 18 سنة مفيهاش اي محتوى جنسي كل الاعمال اللي موجودة تبقى مبسطة ولغتها مش صعبة ولا معقدة ولا فلسفية ما فيهاش اي مشاهد خادشة للحياة وبتراعي القيام الخاصة بينا قبل ما نبدأ انا عايزة فكرك بان معظم الاعمال اللي موجودة في فيديو النهاردة موجودة على منصة ايريد ايريد هي منصة متخصصة لبيع الكتب وبتوصل لكل انحاء الوطن العربي فيه تعاون دائم ما بيننا وما بينهم بيسمح لنا بخصم 10% خاص فقط لسكان كوكب الكتب تنزع اللينك اللي موجود في الديسكريبشن تخش على الموقع تنقي اي حاجة عجبتك في ترشيحات النهاردة او اي كتاب نفسك فيه من على الموقع تدخل الكود اللي موجود برضو في الديسكريبشن الفيديو تستمتع بالخصم وتوصيل لحد باب البيت فيه اعمال في فيديو النهاردة انا اتكلمت عليها قبل كده في حلقات مفصلة وفي مراجعات خاصة بيها اول ما تلاقي الساهم نظاهر على الاي كارد اللي فوق تعرف ان اللينك بتاع هذه الحلقة موجود في الديسكريبشن وفي الكارد رعيت في اعمال النهاردة انها تبقى معطية معظم الانواع الادبية المتاحة عشان تليق بالفئاتين اللي انا قلت لك عليهم فلو انت مثلا بتحب افلام الخيال القلمي او الفانتازيا وعايز تقرأ حاجة ملأمة لهذا الكلام تبدأ معها كاريرك في القراءة هتلاقيها معنا لو انت بتحب الاعمال التاريخية هتلاقيها معنا وهكذا وتحنا نبدأ بأول ترشيح معنا وهو صاحب الزل الطويل تستحق بدون اي نزاع ألطف وقرق رواية انا قردها في حياتي بعد ما نزلت فيديو المراجعة اكتشفت ان الرواية دي كان لها نسخة عبارة عن انمي قبل كده واللي بتقول شخصية البطلة بتاعة هذه الرواية في الانمي هي اللي بتقوم بالالقاء الصوتي في رواية النهاردة الرواية ايمة على فتاة متربية في ملجأ للأيتام بتوصل لمرحلة عمرية معينة ما بتسمح لهاش ان انها هتفضل عايشة في هذا الملجأ اكتر من كده بيحصل اجتماع لمجلس الاباء او الناس المخصصين بتبرعاتهم للصرف على هذا الملجأ واحد من هذه الناس البطلة ما بتشوفوش خالص بيشوف او بيتوسم فيها امكانية انها تبقى شخصية افضل انها تترقى في الحياة اكتر من كده فبيتبناها ماديا بشكل خاص عشان تروح تتعلم في الجامعة وهيتكفل بمصارفها بشكل كامل ولكن عنده شرط وحيد انها يديها عنوان مخصص باسم معين تبعت خطواتها خطوة بخطوة طول فترة دراستها الجامعية رسائل موجهة للشخص ده في الانوان ده بدون ان تنتظر الرد اول ما بتبدأ بطلتنا طروح الجامعة بتتحول الرواية من اجتماعية رومانسية الى ادب رسائل صريحة ونبدأ نشوف على هيئة رسائل موجهة للشخص المجهول ده تطور شخصية البطرة وتعلمها في اجتماعيتها ماشي ازاي تعلمها ودراستها بنشوف كمان انضمامها لمجموعات سياسية وتطور فكرها وعقلها ماشي ازاي العمل التاني اللي معنا هو ثلاثية وبالتحديد هي ثلاثية مصر القديمة للعظيم القدير نجيب محفوظ وخليني اتكلم معك بشكل محدد على عبث الاقدار تصنف كرواية اجتماعية تاريخية ولكنها ليست مصدر للمعلومة التاريخية فنجيب محفوظ بيجيب الاجواء التاريخية بتاعت مصر القديمة اسناء حكم الملك خوفه ويقدمها لنا بشكل ادبي بديئ جدا فيها معايشة غريبة لاسلوب الحياة اللي كان موجود في هذه الفترة التدرج الوظيفي للدنيا القوة العسكرية كانت عاملة ازاي بنشوف الناس اللي كان في مظائف مدنية عاملة ازاي ولكن نجيب محفوظ بيولف لنا كل الكلام ده في رواية موجهة للناشئة باسلوب ادبي بديئ للغاية يحتوي على كل مقومات لغة نجيب محفوظ السهلة البسيطة القوية جدا وخلييني اقولك ان انا بعد ما قريت هذه الرواية فوجئت بمعلومة ما كنتش متوقعها على الاطلاق وان هذه الرواية هي اول رواية كتبها نجيب محفوظ في حياته والحقيقة ان انا مبهور بهذه النتيجة العمل الثالث اللي معانا كورالين لينيل جايمن ترجمت هشام فهمي عن منشورات تكوين مرايا العمل ده من احلى الاعمال المترجمة اللي انا قريتها الفترة اللي فاتت الحقيقة ان الترجمة في حد ذاتها تستحق علامة كاملة ذلك لان هشام فهمي قدر يلاحظ الالفاظ المختلفة بشكل غير عادي انا ما قدرتش افهم قوة دقته في اللغة العربية غير لما بدأت اعرف الاخطاء اللغوية اللي الناس بتقع فيها بتقع فيها ازاي يعني مثلا نيل جايمن بيتكلم في جزء من الرواية على ترابيزة عليها اكل حشام فهمي في مواضع معينة لما بيتكلم عن نقطة دي بيقول من ضادة ومواضع تانية بيقول ما ايدا ان وحدة من هذين اللفظين تستخدم كترابيزة فضية معليهاش اكل واللحية التانية او الكلمة التانية بتستخدم كترابيزة عليها اكل نخرج بنقطة الترجمة وتعالى اكلمك على قصة الرواية القصة في الاساس موجهة الى الناشئة ولكن انا كشخص كبير استمتعت بيها بشكل غير عادي قصة الرواية ببساطة جدا ايمة على شخصية كورانين طفلة وحيدة لاب وام بينتقلوا للمعيشة في مكان جديد عليهم بيت كبير نسبيا ولكنها وحيدة تماما ما عندهاش اي حد ولا اي صديق تتعرف عنها والبنت بطبعها بتميل الى الاستكشاف في يوم هيزة انا مش لاقي حاجة تعملها بتلاقي باب غريب بتفتح الباب ده بينقلها الى عالم وازي في بيت برضو وفي اب برضو وفي ام برضو بتلاقي كل حاجة بتتمنها بتقدم لها الام البديلة اللي موجودة في العالم الموازي وتطلب منها انها تقيش معاها للابد ولكنها بترجع بتفاجأ لما ترجع لعصرها او مكانها الحالي ان ابوها وامها الحقيقيين اختفوا تماما ترجع للعالم الموازي تلاقي الام البديلة بتقول لها انها تحتفظ بيهم ومقابل انها تخدهم لازم تقيش معاها فبتلاقي جوه العالم ده ان ابوها وامها واطفال تانيين محبوسين جوه هذا العالم ومهمتها انها تحر كل الناس دي بنشوف عجائب وغرائب تتناسب مع العالم اللي احنا فيه بقواعد خاصة بيحطها نيل جايمن بنلاقي مهمة التفصة دي بتزداد صعوبة لانها بتقابل اشخاص يوازو الاشخاص اللي كتعايشها معاهم في عصرهم الحالي او في عالمهم الحالي وبنشوف تصوير للبيئة بشكل غير عادي تجسيد للمشاعر بشكل غير طبيعي بنشم ريحة التراب اللي على الحيطان نيل جايمن بيقدر ينقلك معاه للعالم ده الحقيقة ان الرواية ممتعة جدا جدا رغم حجمها الصغير كل اعمال عمر عبد الحميد عمر عبد الحميد كاتب متخصص في الفانتازيا عمل ثنائية في اول حياته وهي ارض زيكولا واماريتا وبعد كده عمل ثلاثية وهي قواعد جارتين التصرف السليم لو انت قارق مبتدئ او قارق ناشئ انك تبدأ معاه زي ما هو بدأ لان مع تطور قراءتك انت بيتطور هو بشكل موازي في كتاباته فحنلاقي اماريتا احسن من ارض زيكولا وحنلاقي قواعد جارتين احسن من الاتنين وهكذا كل اعماله تتميز بلغة لطيفة جدا سهلة بسيطة جدا كلها فيها احداث خيالية لطيفة للغاية ممكن اقول لك فكرة السنائية الاولانية ان العالم الموازي التاني بتاع ارض زيكولا ده تعاملات المادية اللي موجودة في حياة هذا العالم بدل ما بتتم بالنقود او حتى بالمقيدة بتتم بوحدات الزكاعة وكل غرضك في الحياة عشان تفضل عايش ان انت تحافظ على معدل زكائك عند حد معين وفي نفس الوقت تحافظ على متطلباتك اليومية في قواعد جارتين بيزيد بقى في تخيلاته وفي بنائه لعالم مختلف تماما بيبدأ ياسس لعالم لي قواعد مختلفة بيقسم فيها البشر الى قسمين النبلاء و النسالة النبلاء بشر عاديين بيتناسلوا بشكل طبيعي جدا راجل وستة بيتجاوزوا بيخلفهم النسالة بقى لهم قصة مختلفة لانهم من اصولهم عبارة عن قطاعين طرق وصارقين وزنا وعصام الناس دي بيكبروا بشكل معين بطريقة معينة انهم يتناسلوا عن طريق التضحية بارواح الاخرين ويخشوا جوه الاجنة اللي موجودة في بطن الامة ونبدأ نخش بقى في صراع ما بين الطبقات وحقية النسالة في الايشة وصراع سياسي موضوع معقد جدا جدا وسلاسية الحقيقة جميلة للغاية المنصب الاخير الحقيقة اللي انا شخصيا بدأت من خلاله هي اي حاجة عليها كلمة المؤسسة العربية الحديثة المؤسسة العربية الحديثة دي مؤسسة صدر من خلالها مشروع اسم روايات مصرية للجيل الناشر الجميلة اساس حمدي مصطفى صاحب الفضل على هذا الجيل اللي انا قلتمي ليه عمل فكرة لطيفة للغاية وهي ان احنا نرجع الشباب تاني يقرؤوا فترة الناشئة دي مكانش عندك حاجة تقرأها غير المجلات المصورة اللي انا بكون لها كل الاحترام واعمال معقدة بتاعة نجيب محفوظ للكبا مفيش حاجة لفترة الوسطية ظهرت من هنا السلاسل المختلفة وكان نقطة الانطلاق فيها رجل المستحيل وملف المستقبل لالله يرحمه نبيل فروق وبعدين دخل معانا الاشهر على الاطلاق العرب صاحب الفضل الاجبر في هذا الموضوع الله يرحمه احمد خالد توفيق بجميع سلاسله بقى موراق الطبيعة وسفاري وفانتازيا وروايات عالمية للجيل كل واحدة من هذه السلاسل موجهة الى فئة محددة رجل المستحيل موجهة للناس اللي بتحب الاكشن وروايات الجاسوسية ملف المستقبل للناس اللي بتحب الخيال العلمي موراق الطبيعة اول عام الرعب باللغة العربية في العالم العربي بالكامل فانتازيا ايمة على خلط الواقع بالعوالم الفانتازية المختلفة اللي ألفها المؤلفين بشكل عام على مستوى التاريخ العالمي كله سفاري ايمة على الميديكال ثريلر وهو خلط خلفية احمد خالد توفيق الطبية باسلوبه الأدبي وتوصيل المعلومة الطبية لقارئ غير متخصص بشكل درامي جميل للغاية انا كطاري ارشح لك ايه؟ يعني نبيل فاروق مبتدئ قوي او اسلوبه لم يتطور مع تطور نجاحه وانتشار شعبيته فهو اول عدد ليه زي اخر عدد ليه اسلوبه فلات وايم شوية على الاكشن بشكل خاص لو انت عايز حاجة متقدمة اكتر من كده تأهلك ان انت تخش العوالم تانية فهو ده اللي يعمله احمد خالد توفيق في احمد خالد توفيق بيطور نفسه وهو ماشي طول ما انت ماشي مع احمد خالد توفيق بيرشح لك اعمال تقراها جوه الاعمال اللي هو بيكتبها بيخليك تخش في العوالم بتاعته بيدخلك جوه امكانية انك تروح تتفرج على الفيلم الفداني عشان تفهم الكتاب العلاني بيدخلك في حاجات متطورة جدا وهو نفسه احمد خالد توفيق تطور بعد كده لما دخل في الروايات الكبيرة زي يوتوبيا وممر الفقران وغيرها ولكن هذه الروايات بتاعته الكبيرة غير صالحة لا للناشئة ولا للمبتدئين لهنا انا ممكن انهي هذا الفيديو ولكن انا بقولك ان في جزء تاني لهذا الفيديو في خمس اعمال تانية حيبقى موجهين للمبتدئين والناشئة انا بحضرها من دلوقتي لو انت متحمس فانت ممكن تقولي في التعليقات متحمس لجزء تاني من هذه السلسلة وانت ايه اللي ترشح لنا اعمال تسطح للمبتدئين في القراءة وللناشئة في نفس الوقت تقولي في التعليقات نتكلم مع بعض ونستفيد ذلك لان احسن التعليقات وترشيحات ومراجعات تطلع عن مجتمع كوكب الكتب يعني انت مانسى اشترك في القناة واضح ازور الجرس ودعمني لايك وتشاهر هذا الفيديو لان فيه اعمال مهمة جدا والطلبت مننا كتير جدا ساعد حد ان هو يخش في القراءة هتكسب ثوابه وانا معك اما بقى لو عاستوش بقى القراءة الاواق وتختار كتابك اللي جاي صحة فهيظهر قدامك على الشهاد الوقتي سلسلة ترشحات دي اعمال انا برشحها لكل الفئات العمرية من كل انواع الادبية روح تفرج عليها اشوفك هناك سلام